تابعاً لبقى لكل التفاصيل الكتير دي حصلت إشاعات الفترة الفاتت حول أنه في نقص في الأدوية بالمناسبة نقص الأدوية هو جزء من سلاسل الإمداد والأزمة العالمية الكبرى لكن حصلت إشاعات أنه في نقص واضح في المستشفات الحكومية وبدورها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خرج ووضح الحقيقة دور الدولة هنا مهم أنه نكون موجودين نكون حاضرين نكون بنوضح للناس الوضع على حقيقته المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد بشأن نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي شددت وطمنت الناس أنه فيه توافر لكافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالشكل الطبيعي وأنه المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن بكافة المستشفيات مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج عنوان مهم ممكن ياخدنا لتفاصيل أكثر أهمية وأعتقد أنه اللي فينا مهتم ومتابع لازم يدرك حجم التحدي الهائل أنه في ظل أزمة إمداد عالمية إحنا الحقيقة أن كل الإجراءات اللي يمكن بتبقى فيها تقييد شوية على التصدير عفواً على الاستيراد وعلى المستوردين واللي بعض القطاعات متأثرة بيها بطبيعة الحال أصلاً معمولة عشان نحط أولوية للأدوية نحط أدوية للإحتياجات الأساسية نحط أدوية للمستلزمات الضرورية للي يمكن الغناء الاستغناء عنها وبالتالي ده تصريح مهم جداً جداً يتمن